يهلا بحضراتكم حلقة جديدة من رقم عشرة النادي الاهلي اليوم يفوز ببطولة كأس السوبر المصري للأنداء الأبطال بنسختها الجديدة بأداء كبير جدا أمام مودرن فيوتشر صحيح مودرن فيوتشر استفاق في الشوت الثاني ولكن النادي الاهلي في النهاية يفوز بهذا الهدف هدف مودست وبعده أسست رائع جدا من مودست لكريم فؤاد عشان يحسم كريم فؤاد النتيجة لصالح النادي الاهلي في الوقت الاضافي أربعة اتنين ومودست يا جماعة شكله بيطلع وماشي يبدو ذلك مش هقولك انه مهاجم عظيم ولا صفقة راجحة ولكن يبدو ان رهان مارس الكولر هيكسبه لو بقى مودست في النادي الاهلي مثل ما فاز من قبل منوض جوزيب رهان امادو فلافيو المهاجم الانجولي الكبير محمد الشيناوي القائد الكبير القائد الرائع للنادي الاهلي وهو يرفع مع زملائه لعب النادي الاهلي الرائعين جدا كأس السوبر المصري لعام الفين تلاتة وعشرين النادي الاهلي توجب العديد من البطولات مرحلة الشك عاش فيها النادي الاهلي وتحديدا مارس الكولر امام جماهير النادي الاهلي بعد نتائج مهتزة بعض الشيء في الدوري المهتزة دي يعني شوية تعادلات بسيطة كده وخسارة الدوري الافريقي وخسارة السوبر الافريقي في بداية الموسم ولكن عاد النادي الاهلي كعته يعني النادي الاهلي ممكن يغيب بس ما يغيبش كتير ويرجع تاني ياخد برونزية كأس العالم للاندية ومن بعدها كأس السوبر المصري للاندية الابطال ومارس الكولر اللي قلت عليه في رأيي في رأيي افضل مدرب اجنبي جيب تاريخ النادي الاهلي ست بطولات فيه اربعتاشر شهر فقط سنة وشهرين بياخد ست بطولات مع النادي الاهلي مدرب عظيم مدرب رائع على مستوى الاداء الفني لللاعبين والفريق بشكل جماعي فهو رائع على المستوى الفردي لللاعبين فطور من كثير من اللاعبين ودائما لما بحط المقارنة بينه وبين من وجوزيه تحديدا من وجوزيه كان مدرب عظيم جدا وتاريخي للنادي الاهلي ولكن كان يملك ايضا جيل عظيم وتاريخي من اللاعبين وبالتالي حقاو مع بعض انجازات عظيمة جدا مع النادي الاهلي مارس الكولر بلاعبين بطبيعة الحال مش هما نفس الجيل اللي كان مع من وجوزيه قدر برضو يصنع في فترة قريبة جدا اداة عظيم جدا بالمقارنة بين مارس الكولر وبيتسو مسماني فبيتسو مسماني ايضا كان مدرب ناجح جدا مع النادي الاهلي ولكن لما تبص على مارس الكولر هو مش بس مدرب عظيم عشان خد بطولات عديدة مع النادي الاهلي لكن عشان شكل الاهلي تحسن كثيرا 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 مع مارس الكولر وبالتالي هو مدرب كبير ترجمة نانسي قنقر